الى ذلك شاهدت العلاقات المصرية الوجندية خلال العوام الماضية زخما منحوظا وتقاربا واضحة بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويرسخ المصالح المشتركة ما بين البلدين وهو ما اكدته زيارة رئيس الوجندي يوري موسفيني الى مصر جسور جديدة من الثقة تبنيها مصر مع دول القارة السمراء ومن بينها اوغندا التي جاءت زيارة رئيسها يوري موسفيني الى القاهرة لتؤكد دعم وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة وفي قصر الاتحادية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظير الاوغندي توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاتفاقيات الموقعة بين البلدين شملت البيانة الختامية لللجنة المشتركة بين مصر و اوغندا اضافة الى اتفاقية في مجال الكهرباء لتنفيذ محطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الولطية باوغندا وعقن تنفيذي بين وزارتها الكهرباء لانشاء محطة لتوليد الكهرباء فضلا عن مذاكرة تفاهم في مجال انشاء المناطق الصناعية واخرى شملت مجالات زراعية متعددة الزعيمان ناقش خلال مباحثاتهم القضاء الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قضايا مكافحة الارهاب التي تواجه قارات افريقيا حيث اتفاق السيسي وموسفيني على ضرورة التنسيق الثنائي وقد شهرت مباحثاتنا ايضا مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والتنظيمات المتطرفة وامية تعزيز تكاتف المجتمع الدولي لقطع مصادر تمويل الارهاب الذي يمثل مصدر تهديد حقيقي لمختلف دول العالم بما يتطلب اخذ مواقف حاسمة ضد كل الدول والكيانات التي ترعى مستثرك الانشطة او توفر لها الملازل الامن للقيام باعمال تخريبية ملف سد النهضة كان حاضرا على طاولة المناقشات حيث اكد السيسي لنظير الاوغندي مدى حرص مصر على التوصل الى حل للمسائل العالقة وفقا لاتفاق اعلان المبادئ كما اوضحت لاخي العزيز الموقف المصري الخاص بملف سد النهضة ومدى حرصنا على التوصل الى حل المسائل العالقة وفقا لاتفاق اعلان المبادئ المواقع فيه 2015 وذلك في دوق اهتمامنا البالغ بنهر النيل واهمية القصوى في الوفاء باحتياجاتنا المائية الرئيس الاوغندي من جانبه اكد على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بلاده بمصر مشيرا الى امله في استعادة الطرق القديمة لنقل بين البلدين عبر نهر النيل كما اعرب موسفين عن ثقته في القيادة المصرية التي تتطلع نحو التقدم هنأت الرئيس السيسي على انقاذه مصر من ان تختطف بواسطة الارهابيين انا انظر اليه كمدافع عن الحرية مثل جمال عبد الناصر لانه انقذ مصر ويتطلع نحو التقدم تقارب فرؤة وتوافق في السياسات كان عنوان زيارة الرئيس الاوغندي لمصر والتي اثمرت منذ لحظاتها الاولى ليجني البلدان من ورائها منافع متبادلة في مختلف المجالات